وكان السيسي قد أكد أن مصر وتنزانيا تنظران نحو المستقبل لتحقيق تنمية المستدامة مضيفا أن حجم التعاون فيما بين البلدين كان مثمرا خاصة في مجالات البنية التحتية والزراعة جاء هذا خلال مؤتمر الصحفي المشترك عقده رئيس السيسي مع نظريه التنزاني جون مالجوفيلي عقب مباحثاته في القصر الراسيب تنزانيا وتنول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكانت مرأس مستقبل رسمي قد أقريت رئيس السيسي لدى وصوله مطار جوليس نيريري بدار السلام في وقت سابق اليوم تأتي زالة السيسي لتنزانيا في مستهل قولة أفريقية تشمل أيضا رواندا الجابون وتشاد